الحمد لله رب العالمين أحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله الذي فضل النور على الظلمات ونحمده جل وعلا أن مدنا بما ننعم فيه برؤية ما حولنا من هذا النور يا نعمة عظيمة أسأل الله جل وعلا أن ينور علينا طريق الهداية وأن يجعلنا وإياكم جميع المسلمين ممن ملأ قلوبهم بنور العلم والإيمان والهدى وبعد لعلنا نقرأ حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما لعل الله عز وجل أن يفتح لنا في معرفة شيء من معانيه وأحكامه بفضله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقرا وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس وإن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبين بيت أبي بكر فقال لعبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم قبل أن أجي فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال اطعموا فقالوا أين رب منزلنا قال اطعموا قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه فأبوا حتى عرفت أنه يجد علي وإن أبا بكر لبث حتى تعش النبي صلى الله عليه وسلم فتعش عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صلية العشاء ثم رجع فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله فلما جاءت نحيت عنه قالت له امرأته ما حبسك عن ضيفك قال أوى ما عشيتهم قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا عليهم فغلبوهم وأبوا فغضب أبو بكر فسب وجدع وحلف لا يطعمه فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه قال فذهبت فاختبأت ثم قال يا عبد الرحمن فسكت فقال يا غنثر فجدع وسب أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت فخرجت فقلت سل أضيافك فقالوا صدق أتانا به قال فإنما انتظرتموني وقال كلوا لا هنيئا وقال والله لا أطعمه أبدا فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه قال لم أرى في الشر مك الليلة ويلكم ما أنتم لما لا تقبلون عن ناقراكم كأن هذه من الشيطان هاتي طعامك فوضع يده فقال بسم الله فأكلوا وأكلوا ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل فهرقنا اثني عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم قال فأكلوا منها أجمعون أو كما قال قول عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء الصفة مكان في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع لي وائي من لا يجد مأوى يأويه ولا منزل وكانوا يجتمعون فيه لفقرهم وحاجتهم فيتفطن الناس لهم فيبعثون لهم بعض ما يحتاجون إليه في ليلة من الليالي استشعر النبي صلى الله عليه وسلم شدة ما هم فيه من الحاجة والجوع ولذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوازعهم أصحابه ليطعم كل واحد من أصحابه بعضا منهم فيكون هذا من سبب تفرق هذا الواجب وفيه أن الواجب العظيم الكبير الذي يحتاج إلى جهد كثير يشرع توزيعه على أفراد عديدين فينالوا كل واحد منهم جزء يسير يكون سهلا عليه وقوله هنا من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث فيه ذكر البركة في الطعام وأنه تنزل البركة على الطعام عند اجتماع الناس عليه قال وإن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس وإن أبا بكر جاء بثلاثة يعني أنه اختار ثلاثة ضياف ليقوم بضيافتهم حسب ما عنده من طعام الضيافة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة ليعشيهم ويطعمهم ما يحتاجون إليه من الطعام قال عبد الرحمن بن أبي بكر فهو أنا يعني في بيوتنا وكان عندهم بيتان قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري قال وامرأتي يعني زوجة عبد الرحمن بن أبي بكر وخادم بين بيتنا وبين بيتي أبي بكر فيه الاشتراك في العامل الواحد بين عدد من من يعمل لديهم سواء كان ذلك في زراعة أو في سقي أو في خدمة منزل أو نحو ذلك وفقال أبو بكر لعبد الرحمن بن أبي بكر دونك أضيافك أي استلم هؤلاء الأضياف فإن من كان ضيفا عندي كان ضيفا عندك وفيه توكيل لإنسان لغيره في ضيافة أضيافه وفيه أن الأب يعهد إلى ابنه ببعض المهام التي عنده وفي هذا الحديث أيضا الاهتمام إلى الضياف والعناية بهم قال أبو بكر فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن الإنسان عند توكيل غيره لضيافة الأضياف يعتذر من أضيافه بالعذر الذي يكون مقبولا عندهم قال أبو بكر لعبنه عبد الرحمن فافرغ من قراهم والقراء الطعام الذي يعد للضيافة قال فافرغ من قراهم قبل أن أجيء قال فانطلق عبد الرحمن فأتى للأضياف بما عنده من الطعام وفيه أن الأضياف يقدم لهم ما تيسر من الطعام الذي يكون موجودا عند مضيفهم وفي الحديث أن الطعام أتوا به إلى الأضياف في محل وجودهم ولم يطلب من الأضياف أن ينتقلوا إلى مكان الطعام وفي الحديث أن الأضياف لا يطعمون من الطعام حتى يأذن لهم أصحاب الطعام فيه فقوله هنا إطعموا هو فعل أمر جاء بعد المنع الشرعي بعدم جواز أن يأخذ الإنسان من مال غيره بدون إذنه وفي هذا أن الإذن في تناول الطعام أو استخدام الحاجيات قد يكونوا لفظيا وقد يكونوا أيضا عرفيا فقال الأضياف أين رب منزلنا فيه سؤال الأضياف عن مضيفهم وسبب تغيبه عنهم فقال عبد الرحمن اطعموا أني لا تسألوا هذا السؤال وإنما عليكم بما يتعلق به عملكم وشانكم وهو أن تطعموا فقال الأضياف ما نحن بآكلين حتى يجي رب منزلنا وفيه استعمال لفظة رب مضافة إلى بعض المخلوقات لمن يكون صاحبا لذلك المخلوق كما قال هنا رب منزلنا وقد يقول رب الشاه رب الغنم رب بمعنى أنه المتول شانها والمتصرف فيها فقال عبد الرحمن اقبلوا عنا قراكم أي ليكن من شانكم أن تأخذوا هذا الطعام المعد للأضياف وأن تستعملوه أكلا وشربا وأن لا تتوقفوا فيه فإنه إن جاء يعني فإن الشأن والحال أن أبا بكر إذا جاء ولم تطعموا لنلقين منه أي سيتكلم علينا وسيغضب من فعلنا ولن يرضى علينا فأبوا أي رفض وامتنع الأضياف من تناول الطعام ورأوا أنهم يبقون حتى يأتي مضيفهم قال عبد الرحمن عرفت أنه يجد علي يعني لما امتنع الأضياف عن أكل الطعام وكان أبي قد وصاني أن أقدم الطعام إليهم وهم لم يأكلوا فعرفت أنه سيغضب علي وسيكون في قلبه موجدة تجاهي قال وإن أبا بكر لبث يعني بقي مدة حتى تعش النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا يطلاق لخض العشاء للوجبة التي تكون بعد المغرب قال فتعش أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث إيبقي مدة حيث صليت العشاء وفي هذا بيان أن الناس في ذلك الزمان كانوا يقدمون وجبة العشاء على صلاة العشاء قال ثم رجع به عود الإنسان إلى بيته بعد صلاة العشاء قال فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قال عبد الرحمن فلما جاء أبو بكر تنحيت عنه أي ابتعدت عن أبي بكر خشية من أن يضربني أو أن يتكلم علي لكون الأضياف لم يأكلوا قراهم وضيافتهم فقال فقالت امرأة أبي بكر لأبي بكر ما حبسك عن أضيافك أي من الذي أخرك عن هؤلاء القوم الذين ضيفتهم فقال أوما عشيتهم يعني هل قدمتم لهم طعام العشاء وفيه سؤال الإنسان غيره عن علة فعله كما سألت المرأة وأبا بكر وفيه أيضا تفقد الإنسان لأضيافه والحرص على أن يعتنى بهم بالعناية الفائقة فقالت المرأة أبوا أي رفض الأضياف أن يتعشوا حتى تجيئ يعني فتتعش معهم قد عرضوا عليهم يعني أن عبد الرحمن قد قدم الطعام لهم فامتنعوا من أكله فغلبوهم يعني أن الأضياف تغلبوا على عبد الرحمن بن أبي بكر في عدم تناول الطعام قبل أن يأتي أبو بكر قالت فغلبوهم وأبو فغضب أبو بكر لما لم تقدموا الطعام للأضياف هم جائعون هم محتاجون للأكل هم عندهم من الأعمال ما ينبغي أن تبكروا ضيافتهم وقراهم فسبابوا بكر وقدح في ابنه عبد الرحمن ومن كان معه لعدم تقديمهم الطعام لهؤلاء الأضياف وجدع أي دعا الله بقطع أنفي من لم يقدم الطعام للأضياف ومن تسبب في تأخر الأضياف في عشائهم وحلف أبو بكر أي أقسم اليمين بالله تعالى ألا يطعمه يعني ألا يأكل من القرى المعدل للأضياف فحينئذ لما رأت المرأة أن أبا بكر أقسم أن لا يأكل من الطعام قالت المرأة والله لا أطعم الطعام حتى تطعمه أنت فأقسمت المرأة أنها لن تطعم الطعام ولن تأكله حتى يطعمه أبو بكر رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن أبي بكر فذهبت فاختبأت أي لجأت إلى مكان خفي خشية من أبيه أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم قال أبو بكر يا عبد الرحمن ينادي ابنه فقال عبد الرحمن فسكت أي لم أجبه ولما تكلم معه وما ذاك إلا خشية من أبي بكر أن يسبه أو أن يضربه فقال أبو بكر يا غنثر فيه فيه وصف العاصي بالأوصاف والأسماء غير المرعوب فيها قال فجدع أبو بكر أي دعا بقطع الأنف وسب وتكلم فقال أبو بكر أقسمت عليك كي أنه حلف وباليمين على عبد الرحمن ابنه قال إن كنت تسمع صوتي لما جئت فلما رأى عبد الرحمن حلف أبي بكر رضي الله عنه خشي عليه من الحنث خرج عبد الرحمن من مكان اختبائه لأن الوقت كان وقت ليل وبالتالي لا يرى لإنسان إلا إذا عرف بنفسه أو كان قريبا فحينئذ أراد عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعتذر من أبيه أنه لم يقدم الطعام إليهم فقال قد قدمت الطعام إليهم وطلبت منهم أن يأكلوا فامتنعوا وحينئذ أطلب منك أن تسأل الأضياف هل ما ذكرت من تقديمي لطعامي الضيافة والقرى صحيح أو لا فقال الأضياف صدق فيما ذكر أنه قدم الطعام أتانا بالطعام فلم نطعم ننتظرك ففي هذا طلب الشهادة من الآخرين حيث طلب عبد الرحمن من الأضياف شهادتهم وفي هذا أيضا إبرار الإنسان لقسم أخوانه أهل الإيمان كما أبر عبد الرحمن قسم أبيه وفي هذا الحديث شهادة الإنسان لعلى الحق وقوله صدق أتانا به فقال أبو بكر فإنما انتظرتموني أي أنا أتعجب منكم كيف تركتم الطعام وقد وصيت لكم به فهل هذا من أجل انتظاري وأنتم تعلمون أني ذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليطعم معه ثم قال أبو بكر لأضيافه كلوا لا هنيئا أي أنكم لم تقدروا أمر لأولادي بأن يطعموكم طعام العشاء في وقته ولذا قال جعلكم الله لا تتهنؤون بهذا الطعام وهذه الدعوة ليست مقصودة لذاتها وإنما هذه كلمة تجري على ألسنتهم وقال أبو بكر مقسما بالله تعالى والله لا أطعمه أبدا فيه جواز قاسم الإنسان بالله تعالى لما يعتاده من أمور يزاولها وفي الحديث أن اليمين التي تكون عن مستقبل يجوز للإنسان أن يكفر عنها بكفارة يمين فيتحلل منها فلما رأى الأضياف ما فعله أبو بكر وسمعوا قسمه ويمينه في عدم أكل الطعام قال الأضياف والله لا نطعمه حتى تطعمه أي أنهم امتنعوا من أكل الطعام حتى يأكل أبو بكر وذلك أنهم رأوه قد غضب وتغيرت حاله وحينئذ أرادوا أن يمالح أضيافه بأن يأكل الطعام معهم فقال أبو بكر لم أرى في الشر كالليلة أي أنني رأيت أفعالا وأقوالا ليست من الخير بل هي من ضده ثم قال للأضياف وي لكم ما أنتم أي ما هي صفتكم ولماذا تفعلون هذا الفعل وتمتنعون من أكل الضياف المعدة للأضياف لما لا تقبلون عن ناقراكم أي طعام الأضياف كأن هذه من الشيطان يقول أبو بكر كأن هذه اليمين التي أقسمت بها وقلت والله لا أطعم كأنها من الشيطان ولذا أراد أن يتحلل من يمينه وأن يحنث فيها بأكل الطعام ثم يكفر كفارة يمينه ثم قال أبو بكر هاتي طعامك كأنه يخاطب ابنه عبد الرحمن رضي الله عنهم قال فوضع يده أي أن أبا بكر بدأ بتناول الطعام وفي ذلك أن الإنسان إذا أقسم على يمين في عمل المستقبلي ورأى أن خيره خير منه وأفضل حالا فإنه يتقرب إلى الله في ترك يمينه وتكفير وإخراج كفارة يمين عنها قال فوضع يده فقال بسم الله فيه بداءة الأكل بالبسملة وظاهر هذا اللفظ أنهم كانوا يبدأون الطعام بكلمة بسم الله بدون لفظة الرحمن الرحيم قد وقع خلاف بين الفقهاء في مشروعية الإيتيان بهذين اللفظين عند التسمية لأكل الطعام فالجمهور قالوا بأنه يقتصر على البسملة بسم الله واستدلوا بأحاديث منها حديث الباب وآخرون قالوا لا بأس أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فإن الأحاديث المرغبة في التسمية قبل الطعام عامة تشمل الصيغتين بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم قال عبد الرحمن فأكل يعني أن أباها بابكر الصديق أكل من هذا الطعام وفيه أن الأكل يكون بعد التسمية قال فأكل وأكل قال عبد الرحمن وأيم الله أنه يقسم بالله تعالى ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها ربا أي زاد ونمى يقول إذا أخذنا لقمة من هذا الطعام حينئذ يكثر الطعام ويزداد قال حتى شبعوا أي أنهم مع كثرة عددهم كفاهم هذا ألينا الصغير وهذا الطعام القليل حتى إنه لأشبعهم جميعا وفي هذا علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إلا ربا أي زاد ونمى ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها قال حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك يعني أن الله نماها وجعل فيها بركة وفي ذلك إثبات وجهد البركة في بعض المخلوقات ولكن لا نثبت البركة في محل إلا لدليل ما بدليل من الشرع وإما بدليل من الحس وقوله هنا حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر أي نظر أبو بكر إلى برمة الطعام فإذا هي كما هي أي لم ينقص منها شيء أو أكثر منها أي أنها أصبحت أكثر مما كانت عليه قبل أن يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال أبو بكر لمرأته يا أخت بني فراس وهذه هي القبيلة التي تنتمي إليها ما هذا أي كيف كان هذا الطعام يزداد ولم ينقص منه شيء مع أنه قد ورد عليه الأعداد الكثيرة فقالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل أن يأكل الناس منها قالت هذا ثلاث مرات لتأكيد هذا الكلام فأكل أبو بكر من هذا الطعام ثم قال إنما كان ذلك يعني اليمين التي أقسم فيها بترك الطعام إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل من ذلك الطعام لقمة ثم إن أبا بكر حمل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله ويستفتيه فذكر أبو بكر أنه أكل من ذلك الطعام قال فأصبحت عنده أي بقيت عنده حتى الصباح قال وكان بيننا وبين قوم عقد أي هناك معاقدة ما في أول الإسلام أو قبل الإسلام والمعاقدة تكون مبنية على المناصرة والمعاضدة والمراد هنا بالعقد عهد الصلح الذي يكون بين القبائل فإنهم متى ملوا الحرب جعلوا بينهم صلحا تقف فيه الحرب مدة معينة قال فمضى الأجل أي انتهى الوقت المحدد في ذلك الاتفاق قال ففرقنا إثني عشر رجلا أي أنه جعلهم ينقسمون إلى هذه الأعداد مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم إلى ذلك الطعام قال فأكل هؤلاء فأكل هؤلاء الذين هم من من جاء إلى الصفة أو من غيرهم قال فأكلوا منها أجمعون أو كما قال ومع ذلك أشبعتهم مع كثرة عددهم فهذا فيه شيء من دلالة من دلالة هذه الحادثة على البركة التي وضعها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وبهذا نكون قد ختمنا كتاب مواقيت الصلاة من مختصر صحيح الإمام البخاري أرحمه الله تعالى ولعلنا في اللقاء لات نبتدئ بكتاب الأذان بارك الله فيكم ورزقكم الله العلم النافع والعمل الخالص والنية الصادقة كما سأله جل وعلا أن يكون معكم وأن يسر لكم أموركم وأن يغفر لكم ذنوبكم وأن يجعلكم معانين في كل ما تأتون وما تذرون كما نسأله جل وعلا لعموم المسلمين التوفيق والسعادة وأن يكونوا من أسباب الهدى كما نسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يثيبهم على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين ومن ذلك ما نشاهده في هذا البيت العتيق بارك الله فيكم وفيهم وجزاكم الله خيرا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر